وساطة إيرانية لفك عقدة الخصومة بين الكتل السياسية الشيعية هكذا قرئت الزيارة غير المعلنة لقائد فيلق القدس الإيراني إسماعي قآني إلى الهرق لم تبرز أي نتائج إيجابية لردع صدع البيت السياسي الشيعي وتحديدا بين الفرقاء، الصدريين وقوى الإطار التنسيقي لن تنجح الوساطة لإعادة العلاقة القائمة ما بين الإطار التنسيقي والسيد مقتدد الصدر على ما كانت عليه ما قبل عامين أو ثلاثة يعني بالأساس هناك اختلاف في نهجين في طبيعة المرحلة القادمة لم تتضح حتى الآن مخرجة الاجتماعات التي أجرها قآني مع قوى السياسية الشيعية فالزيارة الإيرانية غير معلنة لكن المراقبين يرون أن الصدر لن يتراجع عن خيار الأغلبية السياسية مهما كانت العواقب صعب جدا أن يكون هناك تراجع في مشروع الأغلبية السياسية ولذا التيار الصدري دعا القوى السياسية الفائزة للمشاركة في مشروع الأغلبية السياسية لتحقيق رضا الجمهور العراق وتسعى قوى الإطار التنسيقي المشاركة في الحكومة المقبلة وحل حالة عقدة الانسداد الحاصل بينها وبين التيار الصدري عبر وساطات داخلية وخارجية لا يزال البيت السياسي الشيعي غير مؤحد فقوى الإطار التنسيقي التي تضم أحزابا سياسية تذيرت نتائج الانتخابات مؤخرا هي حتى الآن خارج المعادلة الاشتراك في الحكومة المقبلة على الأقل من وجهة نظر التيار الصدري من العاصمة العراقية بغداد محمد فاطل الغد